يعني من الناحية العسكرية الحكومة والخارجية العراقية صامتة اتجاه العدواني ليه ساكتين مجاملة اكو مصالح مجاملة ولا خوف مجاملة يعني هم يجاملون حتى خوف انت جيش يجتاح ارضك يقطع اشجارك وغاباتك الرئيس جمهورية يواجه هذا الاجتياح وهذا التصرف العدواني بتغريدة شلون تابع سياسة الرئيس السيسي اتجاه التصرفات دول الجوار لمصر يعني رجل متحمل مسؤولية احنا رئيسنا يعالج المواقف بتغريدة ورؤساء الكتل السياسية ايضا وزعوا واللي نسميهم الكهنة ايضا من الصير عندنا مشكلة سياسية مشكلة امنية درب تويتر يعني بتويتر يعني همو سياسة دولة مو قرار دولة ما تحمده ولا اتبه هاي الطريقة بتغريدة الحشد تعتقد قادر على كبح جماع هذا التدخل اذا انيطت الى الفرصة طبعا الحشد هو قوة ضاربة قوة عقائدية قادرة على مواجهة اي عدوان ولذلك الولايات المتحدة الامريكية يعني تتوجس خيفة من هذه القوة لانها قوة عقائدية انت جاي تحسسني انه الامريكان عدهم علم انه الحشد صار اقوى من الجيش طبعا ولذلك لا لا مو اقوى من الجيش احنا الجيش اكو خشية من عنده حسب ما هو جيش لا لا اكو فرق ما بين ان الجيش يعني ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة والجيش يعني مسؤول عن الحدود ومسؤول عن الامن القومي للبلد ما يمكن ان يتصادم معه واكو تنسيق عالي ما بين الجيش العراق وبين الجيش الامريكي من خلال العمليات المشتركة الحشد يختلف الحشد قضيته مقدسة قضية ارض قضية وجود قضية مبدأ قضية يعني اكو عدو مختصب جاثم على الارض لذلك الولايات المتحدة الامريكية يعني خايفة من عنده ولذلك تذكرت انه مؤشرات المواجهة محتملة محتملة